أقول بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم صلاح حامد وهذا هو جهاز اللي جمعته كتجميعتي الرئيسية لعام 2021 إذا ما تذكرينه اللي كان بيملك معالج 10980 XE مع 128 أو 155 جيجا بايت رام كان هذا لأ 128 جيجا بايت رام مع أربع SSDات واحد تيرا بايت اللي هم حلين الأربع عبارة عن SSD واحد في إيدي هذه الحالي تخيله القفزات كل سنة قداش قاعدة بصير و3090 Ti اللي بالكامل مبرد مائيا زي ما أنتا شايف فعندنا تبريد مائي عبارة عن راديترين بلوك على كرت الشاشة وبلوك على CPU وكل هذا الكلام بيمر بالرديتر أو بالرزفور اللي مدمج من نفس هذه الكيس هذا كيس السنجولارتي سبكتر 3 اللي هو عبارة عن كيس مخصص للتبريد المائي ففيه إنما ممرات للمي من نفس الكيس شيء شكله جميل ورائق صراحة بس هذا الكيس الآن متقاعد فحبيتني أستغل هاي الفرصة لأفرجيكم شيء محتوى سواء العربي أو العجنبي عليه قليل صراحة ألوى هو أنه بعد ما استعملت هالتجميع على سنة كيف تتنظف شو الصيانة اللي لازم تنعمل على جهاز مثليك لأنه التبريد المائي المفتوح لازم صيانة دورية قد لا تكون شهرية أو نصف سنوية مثلا لكن لازم كل فترة وفترة تعمل اللي راح أفرجيك إياه في هذا الفيديو فبدون عتأخير خلينا نبلش موقع goodoffer24.com هو متجر الكتروني للحصول على الألعاب والبرامج بإسعار رخيصة احصل على كود تفعيل أصلي لويندوز 10 أو مايكروسوفت آفس بسعر مخفض ويندوز 10 برو بعد الخصم بوصل لـ 11 دولار و 38 سنت فقط بإمكانك الحصول على كودات تفعيل لبرمجيات على منصات ستيم ويوبلاي وغيرها وبتقدر تحصل على خصم إضافي بقيمة 25% على كل مشترياتك من الموقع عند استخدام كود K-Basha25 عند تأكيد الشراء اعرف المزيد أو تصفح الموقع من خلال زيارة الرابط اللي موجود في صندوق الوصف هذا الفيديو لا راح يكون لا إله سكريبت ولا إله وزن أو ميزان معين راح أمشي عليه لأنه حرفيا راح أشتغل وكأنه ما في كاميرا قاعدة بتصور فأول شيء راح أسويه هو أنه فيه ما كامب غبرة مرعب على هذا الجهاز فأول خطوة اللي هي شيء بالعادة ما راح أسويه بالستوديو بس عشان عشان فيه كاميرا هون فراح أفرجيكم يا ألا وهو استخدام ألا وهو استخدام مضخة هواء فبتقدر أنك تستعين بشيء مختلف عن مضخة هواء عادية بتقدر أنك تجيب الهواء المضغوط أو فيه عندنا الكومبرسرات الصغار اللي كنت أستعملهم مسبقا ولكن ما فيه أقوى صراحة من الأشياء هذه حتى هذه عندي منها نسخة بطارية بس هذه ثلاثة ضعاف القوة فأول شيء راح أبلش فيه هو نفرجيكم بس عشان تلاحظوا كمية الغبرة الهائلة اللي راح تطلع انطرشت حبتين والغرفة كلها صارت غبرة عشان هي كهذه الجزئية ما تسويها في مكان مغلق بس معلش في أهداف العلم حتى الرجاء من سحب كل هذا الحكي كمان مرة الآن أول خطوة المفروض أنه نعملها هي تفريغ هاي التجميع من الماء الآن هذا الكلام راح يعتمد على حسب أنت كيف مجمع جهازك بالأساس بحيث أنه هذا الكيس في عندنا نقطة للتعبئة ونقطة للتفريغ نقطة التفريغ عندنا على هذا الكيس تأتي في الظهر بحيث أنه في عندك على الظهر التنك هذا النقطة اللي هون الآن السائل الموجود جواها هي تجميعها على الكب هذا السائل نهائيا لا يصلح للاستعمال مرة أخرى لأنه إلو السنة كاملة قيد الاستخدام لون السائل نفسه تغير الأمر اللي بيعني أنه صار فيه تفاعل من نوع ما ما بين مكونات اللوب وما بين السائل نفسه تغيير اللون خففان اللون النقصان النقصان كمية السائل هذا يدل على تسريب أو تبخير في مكان ما بس الألوان يتغير أو يعني السائل يصير شكله مش مزبوط هذا الشيء يعني أنه بنكبه فالآن راح يسويه هو أنه في عندي فتحة تفريغ وفتحة تعبئة هاي اللي بيسموها الفل وهاي بيسموها الدرين حرفيا عبارة عن مصرف فلازم تفتح مقابل هذا الشيء كمان مكان بييلوب نفسه علشان السائل اللي بيطلع يدخل مكانه هوى لأنه لو ظل مغلق من طرف واحد ومفتوح من طرف واحد ثاني بسبب ضغط الهواء اللي جوه ما راح تتحرك السوائل اللي موجودة في التجميع طيب الآن هذه عبارة عن فتنج تيوب فلكسبل وفي عنا عليها كورتر ثلت على أساس أنه مباشرة أشدها في مكان مخصص لإله هون وهذه هي أخفض نقطة في كل السائل اللي موجود في هاي التجميع مثل ما شفتوها من وراء كل شيء موجود في الجزيات العلوية وهاي أخفض نقطة فرح أفرغ السائل مباشرة في داخل هذه العلبة لكن يفضل إنه تعمل هذا الحكي وهذه التحت فرح ألف الآن ونزل هذا الكلام كله وبعدين رح أفتح الفتحة أو الفتنج اللي موجودة بالأعلى علشان أسمح للسائل أنه يتحرك بقول بسم الله زي ما أنتم شايفين مباشرة السائل بلش ينزل وبقدر أسكرها من هون على طول بس لأنه السائل مش كله ياته هون ففقط توقفت عندي هاية هذا الشيء فالآن رح نعملها تحفيز علشان أو رح أرجع كل المي هون بطريقة خاصة جدا مش اعتيه ديه بالمرة اللي الآن رح ألجأ لإله هو استخدام أنبوب من الثرد الطبيعي تاع التبريد المائي لمنفاخ هوة بحيث أنه اللي رح أسويه الآن وإني رح أجبر السائل أنه يتحرك في اللوب غصبا عنه فرح أروح مع أي واحدة خلينا نروح مع هذه اللي هي بتقيس قديش الضغط المفروض ولكن أنا بستعملها لأشياء منحرفة شوي مثل هذا الاستخدام اللي بالمرة لم تصمم علشانه حسنا فالآن سأقول بسم الله للي منكم راحت علي في واحدة من الثيوبات مباشرة فقع وظل وصاب السائل كل ياته فضاع للكرسي والحمد لله الكرسي لقى عن المكتب اللي وراي ما في أي شيء يتضرر عادي عادي جدا بعرف أنه المنظر قد يكون مرعب لأصحاب القلوب الضعيفة بس عادي جدا هذا السائل اللي موجود جواه التجميع ليس سائل موصل للكهرباء لأنه عبارة عن شيء مقطر ما في شوائب تحمل الكهرباء بالمرة فعادي عادي جدا يعني ما في أي شيء تضرر حتى الماذر بورد ما وصلها أي شيء أوكي والآن بعد ما فرغنا السائل وشوية ليكس ولكن لأني بفك في هذا الجهاز عشان أرجعه في صناديقه ليس كثير مهتم صراحة يعني عادي كل شيء حيني شافوا الأمور ما في شيء خير من أبن الله تعالي الأمور طيبة ولكن لو كان هذا الجهاز بده يرجع الخدمة مباشرة أول شيء راح أسويه هو أنه مباشرة راح أفك أي شيء له علاقة بالطاقة وبطلع كل هذا كلام برا الموضوع وبعدين بفك القطع فالآن راح أسويه هو أني راح أفك الوصلات الموجودة على كل قطع رئيسية فمثلا نيجي على كرت الشاشة بهذا الشكل نقول بسم الله نسحب الأنبوب أوكي خلي دايما في عندك مناشف لأنه على قدر ما بتسحب على قدر ما بتفكر أنه أوكي ناشف الوضع هيك راح تلاقي شوية قطرات هون وهون فبنفك الآن الفتنج هادي وبنحط سدادة مكانها والآن خلص هيك كرت الشاشة صار منعزل تماما فبقدر أني أفك أنا مركب أسلاك الار جي بي من وراء البي سي اي لففها لفة سودة والآن صارت تقريبا حرة حط الكرت هون وبالعادة اللي يفضل أنك تسويه وأنك تمسك مناديل ورقية مناديل مطبخ هاي الكبيرة وتسدد فيها كل الفتحات اللي لسه ما فضيت منها وما خلصت منها بالأخرى لأنه مثلا هذا تطلع كل حركة يقع بنزل قطرة فضل عنده هون اللوح الأم فقط الباقي عبارة عن رديترات وتنكم أضخها فهذا شيء سهل جدا نتعامل معه إن شاء الله تعالى فشايفين هنا في ضايل شوية تسائل لسه بقدر أني مباشرة أروح ماخد دي وعمل كده هوا وبالمرة راح أفكفك كل الفتنجز وأنقعهم نقع بالمي راح أخليهم لمدة منيحة موجودين جوا عشان في حال كان نضايل فيه أي شيء ملتصق أي أي هيك شيء متراكم مسدود كل هذا بإذن الله تعالى بروح مع المي أوكي والآن بعد ما صار الجهاز قطع أمامي صفى عنا الشغلتين الرئيسيات اللي راح نقوم بفحصهم وتنظيفهم اللي هم الأشياء الرئيسيات اللي بدهم صيانة الآن باقي اللوب بالعادة باقي المسار تاع الماء بيكون بحجر تنظيف في مواد خاصة بإمكانك إنك تستبدل السائل اللي بيكون موجود في التجميع فيها اللي يسمى بالفلش ماتيريال هذا الشيء زي منظف لكل المسار اللي بيكون ماشي فيه السائل جوى اللوب اللي عندك هذا الشيء بنباع جاهز سواء من ألفا كول سواء من إي كاي سواء من كثير شركات ثانية لكن اللي أنا مهتم فيه هو البلوكات بالتحديد فلما تطلع على بلوك راح تلاحظ أنه في عندك مناطق في عليها نشفان وزي هيك شيء جامد اللي هي المناطق اللي بتصير من الصلابة تتحول إلى حاجز أكثر من كونها مسرة للماء فرح أسويه الآن هو أني رح أفك البلوك من على كلا من على كرت الشاشة والمعالج ورح انفك البلوك نفسه مش بس يعني أفكه من على القطعة بل أفرط القطعة بحد ذاتها لأنها بتكون عبارة عن جزئين فمثلاً طلعوا على هذه القطعة فعندنا هون الكرت هذا اللي هو عبارة عن قطعة من الأكراليك وبعدين قطعة من الألمنيوم أو المعدن اللي هو خاص بالتبريد فهذا اللي هو بينقل الحرارة فالآن في عنا كمية براغي كبيرة بتكون موجودة على نفس البلوك بتقدر أنك تفك البلوك بالكامل أو فقط تفك القطعة اللي على الواجهة فاللي رح يسوي أنا واني رح أفك فقط الأكراليك ورح أخلي البلوك راكب لأني بس بدي أنظف مكانه والآن بقدر أني أعمل هذا الشي فالآن صار عندي البلوك عبارة عن القطعة المعدنية اللي راكبة على نفس الكرت وعندي جزئية ثانية اللي هي الأكراليك فبننظف بشكل سريع بقايا السائل هذا شيء طبيعي ما رح ينشف معك مليار بالمية فرح يتبقى دائما رزده في عنا الآن أشياء ملتصقة على الأكراليك نفسه فشايفين هذه المنطقة بيضة رح أحاول الآن يعني أني أمسحها مسح فقط بدون ما أضيف أي منظفات وإن ما راحت بعدين فيه لنا تصرف ثاني مع كل هذه المنطقة التكلسات هذه بتكون سواء ما يسمى بالهارد ووتر أو الماء الصلب لهو عبارة عن حرفين ماء ناشف بس الآن اهتمامنا خلينا نروحة للشيء المهم الأول هو البلوك بحد ذاته بسم الله الرحمن الرحيم فهذه القطعة اللي بتغطي على الدي جاي بهذا الشكل ومن ثم في عنا كمان قطعة معدنية اللي هي جاي فوق الجيتفنز فهذه المنطقة حرفيا عبارة عن المكان اللي الماء بيدخل لإله ومن ثم بيتوزع على الدي علشان يبرد المنطقة اللي موجودة عندنا الآن هذا الشيء اللي أنا قاعد بطلع عليه هو دليل على إنه ما في عندي أي مشاكل إطلاقاً بالسائل تعادي التجميع لأنه مش شايف أي انسداد يعني على كل هاي المسارات على كل هاي الفنز بالعادي راح تلاقي في عندك مناطق فيها تكتلات فيها ألوان فيها أشياء سادة طريق على أساس أنه المي ما راح تلاقي طريق منها فرح تطرنها تروح على مكان ثاني كرت الشاشة صراحة البلوك وضعه ممتاز جداً وبعد ما خلصنا من كرت الشاشة رجعت جمعته وخلصت أموره فالآن خليني أنتبه ونوجه اهتمامنا إلى البلوك تاع الـ CPU فالآن راح أفك البلوك بشكل طبيعي نفس الطريقة اللي بتركبها يعني زي ما هو شكفه واحدة وبس نفكه راح نفرط القطعتين اللي عليه لأنه هو أصلاً بيكون برضو عبارة عن قطعة أكريلك الوجه والقاعدة CNC هذي الكبيرة آها برامات ماسكين السلك نطول الحبة أوكي كمية تيرم القرزدي اللي كنت بستعملها رائبة هذا خلص يا طيل عافية لو في حالة أنا بدي أرجع استخدم الجهاز بالطبع هذا كله راح يرجع يتجمع ولكن اهتمامنا راح يروح على هذه القطعة فأين الكهول هذه هي الكهول شو راح بالكم طيح من الرش بننظف هذا السطح وفي عندنا هون أربع براغي من على الظهر على نفس المنطقة اللي بتنشد يعني هذا البليت نفسه اللي بلامس المعالج ومن الأمام راح تلاحظ أنه بالآكرة لك هاي البراغي واصلة لجوه فعلشان نفك هذا الكلام بدك ترخي الظهر نفسه بسم الله والآن بنقول بسم الله الرحمن الرحيم مباشرة الوجه الأكريلك هذا فك وفك معه الظهر وحتى الهاوزن كله فرط لأنه هو حرفين أربع براغي فقط لمسكين كل هذا الكلام فعنا المعدن الفريم الأكريلك زائد البليت اللي بيكونوا فيه المايكروفينز لا يوجد أي نوع من أنواع القنك لا على البلوك ولا في المسار ولا على المايكروفينز ولا التأكيد خليني أخذ هذه القطعة وحطها تحت المايكروسكوب وأفرجيك كيف شكلها لأنه هون رح يبين معنا فعليا قديش فيه شوائب موجودة وقديش فيه انسداد للفينز هذه الآن خليني أفرجيك الفينز بالمنتصف بالذات لأنه هذه هي المنطقة اللي بتهمنا شايفين هاي الجزئية خلينا نقترب عليها كثير نضبط الفوكس آها أوكي فهذه هي المايكروفينز انت تخيلوا السي أن سي اللي اشتغلت هذا الكلام قديش فراح تلاحظ أنه أوكي النكل هذا الشي لو بنمسحه يك بالأسبوع هذا بيروح هذا الكود فقط هذا لون لكن لا يوجد أي انسداد حقيقي ما عدا بجوز هذه الشائب الوحيدة لكن ما في عندنا أي شيء ميجر انت بتكلم عن مايكروسكوب قاعد الحالين قاعد تطلع عليه هذه يعني بصر يشهاي الله أعلم بشي ولكن بشكل عام هذا يمكن لما فتحته من الإيد بس أنه بشكل عام هذه الشوائب لا تؤثر بشكل عملاق جدا على أي شيء له علاقة بالأداء وهذا الكلام كله بروح مع المسح زي ما أنت شايف فالفينستاك أموره رهيبة ما عندنا أي مشكلة أنه نرجع نستعمل هذا البلوك وهذا البليت جيت بليت هاي تسمى الفينز اللي موجوده هون لأنه هي لتوزع السائل وأمور هذا البلوك صارت في السليم الآن كم مرة لو بدي هذا الجهاز يرجع مباشرة إلى الاستخدام بشيله مباشرة وبرجعه الريبيست والأمور زينا بس بشكل عام هذه الأشياء اللي لازم أنت تلقي نظرة عليها لما تيجي بدك تعمل صيانة لجهازك تفك البلوكات سواء تعكرت الشاشة بتاع السي بيو تتأكد من أنه ما في عندك أي تكون لإنسدادات لأي مواد خلينا نحكي ممكن تأثر على أداء الحرارة وداء تشتيت الحرارة وأيضا تهتم بالسائل اللي موجود عندك في اللوب في حالة زي هاي بردرجع جمع ولكن رح أضيف مادة منظفة هذه المادة ببيعوها اي كي و الفا كولو أكثر من أشيء يعني من شركة اللي بخليها تلف تعمل دورة المياه هاي بالكامل في داخل الكيس لمدة عدة ساعات ممكن يوم كامل وبعدين بعمل فلوش وبعبي السائل الجديد وبرجع استعمل الجهاز كأنه شيئا لم يكن والأمور طبيعية بس تنى لستانة جاي سنتين زمن هالكلام يفضل من أن نعمل كل سنتين زمن بشكل عام على التبريد المائي علشان تكم وورك طيب وبس سلامتكم هذا كان كل شيء للفيديو حبيت أن نعمل شيء مختلف شيء كمامرة ما بشوف عليه أي محتوى بشكل عام شو الناس بتسوي وأنا بالعادة بعمل صيان لأجهزتي بدون ما أصور كاميرا كاميرتين ثلاثة وأربعة قلت يالله نأخذكم معنا في الجولة هاي لسلامتكم هذا كان كل شيء للفيديو كامعكم صلاح حامد في أمان الله